السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعرف ازاي نعمل إلغاء حجب المواقع يعني لو في عندي مواقع محجوبة عن طريق شركة الانترنت اللي انا مشترك فيها او غيره فانا عاوز اعمل إلغاء لهذا الحجب اعمله ازاي انا مسلا عندي مثال شركة الانترنت عندي دايما بتلغي او بتعمل حجب للموقع ده اسمه ميديم ده موقع تعليمي عادي بس وما بيعملوا له حجب ما معرفش ليه فانا لو دغطت عليه هيفتح لي الصفحة دي ان هو شغادي يفتح هو معمول له حجب فانا عاوز الغي الحجب ده فهلغي ازاي اول حاجة انا بضغط هنا بجيب اه ببحث عن الويب ستور بتاع الكروم فانا هكتب مسلا كروم ويب ستور ويب ستور هلاقي وافتح الويب ستور من هنا وجوه البحث هفحص عن في بي ان فهاجي مسلا في بي ان نختار اي واحدة فيهم وليكن زين ميت نضغط اد تو كروم اد اكستنشن تعمل تحميل وبعد كده هتعمل لها ادنج للكروم بتاعنا بتعمل لها ادنج بالفعل فتعالوا نعمل لها وبعد كده نفتحها من هنا ففتحت معنا بتقول لنا اضغط هنا فانا اضغط اول ما بضغط استنى شوية على ما تعمل ماشي بيقول لي اختار ماشي اختار 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 السيرفر بعد كده اضغط تاني اضغط طيب هو كده المفروض ان هو عمل بالسيرفر بتاع المانيا له فانا لو اه طلعت بقى وجيت افتح ميديم تاني اعمل كده ميديم فتح معي ما فيش اي مشكلة عنده ازا اه الموقع اللي كان محجوب من شوية بعد ما شغلت الفتح معي بس على اني من المانيا فلانه هو هنا بيفتح السيرفر على المانيا فعشان كده بيفتح على اني في المانيا اوكي لو انا عاوز اغير السيرفر باضغط على هنا ويبقى اختار السيرفر اللي عندي في سيرفرات دي مجانية وفي السيرفرات دي اه مدفوعة فاحنا بنختار اي سيرفر مجاني طبعا لشان ده الموجود لنا متاح لنا وبنفتح من عليه عادي وبس كده احنا قدرنا ان احنا نعمل لحجب المواقع شكرا ليكم ارجو ان انا اكون افدتكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته